وحناخد بالنا انه كل مموعد لافتتاح قرب بتكون الجلسات قريبة من بعضها جلسة يوم الخميس 11 فبراير 1909 انعقدت لجنة النادي الاهلي للرياضة البدنية بالجزيرة الساعة 4 بعد ظهر يوم الخميس 11 فبراير 1909 برئاسة صاحب السعادة عزيز عزة باشا وحضور أصحاب العزة عمر بيك لطفي وعلي بيك أبو الفتوح ومحمد علي الدولار بيك ومحمد شريف أفندي سكرتيرا لها الجلسة دي حصلت فيها حاجة في غاية الأهمية بعض المؤسسين وفي نفس الوقت أعضاء اللجنة العليا غابوا كتير عن الجلسات حسين رشدي باشا وإسماعيل سر باشا مشاكلهم بقت كتير قوي حسين رشدي باشا مشاكله كتير في العمل السياسي في الحكومة كوزيل الحقنية وإسماعيل سر باشا بيقوم بمشروعات كتير قوي داخل مصر وخارجها وده بجانب منصبه كوزيل للأشغال العمومية والحربية والبحرية في نفس الفترة اتكلمنا في حلقة قبل كده عن اعتذار عبدالخالق سروت بك على الاستمرار في عضوية اللجنة العليا بسبب انتقاله للعمل كمدير لمدرية أسيوت لكن حسين رشدي باشا وإسماعيل سري باشا موقمين بالقاهرة وما بيحضروش لانشغالاتهم الكتيرة وما طلبوش إعفاءهم من عضوية اللجنة العليا والعمل بالنادي بيحتاج لجهود كل أعضاء اللجنة العليا طيب نعمل ايه ازاي نحل المشكلة دي اشتركوا في القناة حسين رشدي باشا وإسماعيل سري باشا من الشخصيات الكبيرة ومن مؤسس النادي لكن العمل بالنادي ليس تشريف بل تكليف فكان رأي محمد علي دولار بيك أن يتحدث معهما ليستقيل من عضوية اللجنة العليا ويصبح أعضاء شرف في نفس الوقت غاب إدريس راغب بيك عن بعض الجلسات فقال عمر لطفي بيك أنه سيتحدث معه ليعرف أسباب غيابه ويرجو حضور الجلسات في التوقيت ده كان عبدالخالق ثروة بيك تم تعيينه في منصب النائب العام ورجع للقاهرة بعد ما كان مدير لمدرية أسيوط عمر بيك لطفي قال أنه سيتكلم معه عشان يرجع عضو باللجنة العليا كمان عزيز عزة باشا رئيس اللجنة العليا عرض ضم محمد طلعت حرب بيك عشان يكونوا عضو باللجنة العليا وكده هينضم عبدالخالق ثروة بيك ومحمد طلعت حرب بيك لعضوية اللجنة العليا بدل من 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 حسين رشدي باشا وإسماعيل سر باشا وهو دناد الأهلي على مدار تاريخه الأساس فيه هو العمل اللي مش فاضي يدخل حد مكانه ويكمل وله كل التقدير والاحترام وبعد كده ترجمة نانسي قنقر